ليش اخترت هذا المسار؟ خليننا نتحدث عن البدايات حقيقة عندما كنت في العراق وبعد التخرج من المرحلة الثانوية فكان هناك مجال لكثير من دخول الجامعة والكليات وفعلا أنا قدمت حقيقة كنت أنا فرع أدبي وليس فرع علمي وقدمت إلى كلية الاقتصاد وحقيقة حضرت المحاضرات الأولى مع الأستاذ وجاءت المحاضرات الأولى بمعادلات رياضية كنت أحسبها النتيجة والحل لهذه المسألة يأخذ من عندك إلى 17 صفحات أنا حقيقة قلت لا طاقة لي علما أن أكاديمية الفنون الجميلة نقدم أوراك عليها أنا وأنتظر لكن عندهم نظام خاص لا يعتمد على المعدل وإنما يعتمد على الموهبة وعلى القابلية والمقابلة ويتم القبول فيها على المقابلة جاء موعد المقابلة جامعة بغداد أكاديمية الفنون الآن كلية الفنون الجميلة غير اسمها وتابع للجامعة فعملت المقابلة مع الأساتذة كانوا مجموعة أربع أساتذة حقيقة عملوا أيضا معنا طلبوا سألوا واستفزئني في أول دخول لي حقيقة لأنهما كانوا يبحثون فيه كان متخصص بالإخراج والتمثيل فيه متخصص باللغة فيه متخصص بعلم النفس وهكذا يعني اللجنة والحركة المسرحية أنا ذاك في العراق شون كانت؟ كانت متطورة طورة متطورة وفرق تعمل وحقيقة واساتذتنا كلهم حقيقة يعملون في هذا المجال فدخلت اللجنة إلى القاعة وطالع فيهم سلمت مارد وسلام يطالعون فيها صامتين كأنهم جامدين أنا حقيقة بدت تشتغل عندي على الإحاءات الداخلية والانفعال هذا أنت ممثل الآن أمامهم فهم الآن يريد يصلون إلى النتيجة فضليت أنا أيضا بالأخير أيضا بديت أطالعهم واحد واحد وأركز أيضا بالعيون مالتهم وابتسمت وبعد الابتسامة طبعا هذا زمن بعد الابتسامة إبراهيم جلال الله يرحمه كان أحد أعضاء اللجنة وأستاذي في الإخراج قال تطلع ولا تبقى قلت له شاية أعمل مقابلة أطلع ضحكوا بدأت الأسئلة الحمد لله كانت كان اسمي من الأسماء أيضا المتقدمين بالمقابلة وبمعدل عالي وبدأت دراجتي الأكاديمية في أكاديمية الفنون الجميلة نعم وتخرجت ثم عملت أيضا هناك في مجال المسرح داخل الكلية وخارج الكلية أيضا مثلت في أكثر من مسرحية ومشاهداتنا إلى مسرحيات الرائحة التي كانت تقدم في المسرح العراقي حقيقة في ذاك الوقت